بحث السيدة عدل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع السيدة سيتارة عياز الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين سبل تنفيذ الشراك القائمة مع البرلمان العربي جاء ذلك من أجل تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن قضايا الدول النامية وبما يخدم مصالح شعوب العالمين العربي والإسلامي وأوضحت الأمين العام للمؤتمر الدولي للبرلمانيين حرصها الشديد على أن يكون للبرلمان العربي دور كبير في تفعيل دور المنظمة لسيما وأنه يمثل قيمة برلمانية مضافة لعمل المنظمة ويعزز من قدرتها في تحقيق أهدافها بدوره أكد العسومي أن عضوية البرلمان العربي في تلك المنظمة إلى جانب عدد كبير من البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم أما سيعزز من قدرة البرلمان العربي على حشد الدعم الإقليمي والدولي اللازم للدفاع عن القضايا العربية وتنسيق المسبق بشأنها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية